بسم الله الرحمن الرحيم اهلا سلام وتابعيني ربي تكونوا كويسين بصحة قيدة معكم الصفاء قناة يوتيوب اللي بيسمعنا الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشتركوا فعلي كرس كيسرقوا لمحساوى القناة حاب اعرفكم للي بيسمعنا الاول مرة اني في قناة ثانية اسمعي يوتيوب معرفة يمكنكم الوصول اليها عن طريق فاتح قناة يوتيوب افتحوا قناة يوتيوب ان شاء الله هتظهر لكم اسفل الفيديوهات عند الفيديوهات مميزة هتجدون القناة الثانية يوتيوب معرفة اشتركوا في القناتين وفعالوا قرس في القناتين كي يصلك كل محتوى القناتين دعم لنا ومساندتنا ادعمنا واسندنا باشتراك كل القناتين وتفعيل الجرس لانك لو اشتركت بدون تفعيل الجرس كأنك لم تشترك اليوم وضية ادماجية عن غزوة بدر او تعبير عن غزوة بدر موجود في القناة عن غزوة الخندق وغزوة احد كذا غزوة موجودة في القناة واليوم وضعية دماجية عن غزوة بتر يعني الوضعية دي طلبت مني كثيرا ايام ايام الدراسة العام الماضي الموسم الماضي طلبت مني في الفصل الاول وطلبت مني في الفصل في الفصل الثاني اه من اكثر من شخص ولكن للاسف كان لا يوجد وقت معي ان انا اكتب الوضعية فانا كتبت اليوم يعني في الاجازة لكي تكون جاهزة للموسم القادم ان شاء الله اه ربما يكون احد يطلب مني مرة اخرى يارب تجيبكم تستفيدوا منها اه لو استفدتم منها او اخستوها او اخستو جزء منها ما تنسوش في اللايك والكومنت الحلو للقناة اه المقدمة قبل بداية المقدمة والعرض والخاتمة اه ذكرت هنا في اه او حفكر في الوضعية تاريخ او الزمان زمان الوقت بتاع وقت الغزوة وذكرت المكان والشخصيات والاسباب اسباب غزوة بدر والشخصيات يعني اه اه في الغزوة واحداث الغزوة ونتائج الغزوة نتائج المترتبة عن غزوة بدر والدروس المستفادة او العبر دروس مستفادة او العبر من غزوة بدر هذه كلها موجودة ذكرتها في الوضعية اه نتقل كده على المقدمة اترك بياض غزوة بدر الكبرى اول غزوة للمسلمين ووقعت يوم الجمعة اه السابع عشر من رمضان في اثنان هجريا يعني اثنين هجريا اه سطر ونص في كده في المقدمة ذكرت اه اه تاريخ او معاد الغزوة وقت الغزوة وذكرت انها اول غزوة للمسلمين في المقدمة اه العرض اترك بياض وقعت هذه الغزوة عندما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هدخل كده على الاسباب وقعت هذه الغزوة عندما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم الاستيلاء على قافلة قريش التجارية القادمة من الشام التي كانت جزء منها مأخوذ من اموال المهاجرين صادرتها قريش صادرتها قريش بعد الهجرة ولكن ابو سفيان غير الطريق ونجى بقافلته ولما علمت قريش حردت حلفائها بجيش حوالي الف مقاتل بالضبط يعني تسعمائة وخمسون لمواجهة المسلمين لمواجهة المسلمين الذين كانوا عددهم قليلون حوالي عدد المسلمين كانوا قليلون حوالي ثلاثمائة وتسعة عشرة مقاتل او مسلم والتحم الجيشان في موقع بدر المكان مكان الغزوة موقع بدر ولذا ثميت بغزوة بدر وبدأت المبارزة وتحقق النصر ابقى النتائج هنا نتائج الغزوة وتحقق النصر للمسلمين وبالرغم من قلتهم فقد قتلوا من المشركين سبعون رجلا وصروا منهم سبعون رجلا قد قتلوا من المشركين سبعون رجلا وصروا منهم سبعون رجلا بينما استشيدة أربعة عشرة مسلما بينما استشيدة أربعة عشرة مسلما الخاتمة ذكرت في الخاتمة دروس مستفادة او العبر من العبرة من الغزوة هزوة بدر إحدى المعارك الفاصلة بين الحق والباطل وكان لها دروس وعبر المسلمين دروس مستفادة منها ضرورة توحيد قيادة المسلمين والترابط في الدين وأيضاً الإيمان بالله وتطبيق مبدأ الشورة وطاعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر إحدى المعارك الفاصلة بين الحق والباطل وكان لها دروس وعبر للمسلمين منها ضرور التوحيد قيادة المسلمين والترابط في الدين وأيضا الإيمان بالله وتطبيق مبدأ الشورى وطاعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام أضع نقطة رب تكون الوضعية ليست تكون طويلة لا تكون طويلة تكون مناسبة لكم إذا وجدتها طويلة يمكنكم التلخيص أنا حاولت بقدر من كان أن ألخصها ولكن هذا تلخيص بطريقتي لو أنتم تريد تلخيص أقل من ذلك ممكن تلخصوه بطريقتكم أشكركم على حسن الاستماع لا تنسوا لايك والكومنت الحلو للقناة واشتراك لقناتين أراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله واترككم في رعاية الله وحفظ زي كانت معكم من صفاة قناة يوتيوب يلا مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر